لأول مرة وحصرياً أحلى وأظرف طريقة لتقديم الشيش طاوق مع الرز الملون طريقة كتير سهلة وبسيطة وطعمة بتاخد العقل وبتبيض الوش إذا كان عندك ضيوف ومحتارة شوت أدميرون ضيافة أطيب شيش طاوق بطراوة طعمة طيبة بتوابل كتير مميزة وطعمة بتاخد العقل وبطريقة تقديم جديدة لا تقولوا لي الرز مع الشيش بغصيس لأنه رح أعملكون طريقة شيش أطرى من الراحة ورح تاكلوا أطيب شيش بالبيت وبفرن البيت ومع التدخين رح أعلمكم طريقة التدخين كيف تاخدوا طعمة شوي وكأنوا أنتوا عاملينوا على المنقل وعلى الفحم نفس الطعمة شوفوا كيف أطعت الجاش عم تفتفت بيدي وقت تاكلوها بتدوب بالتمدة وبعد قلونا نروح نتعرف على مقادير الوصفة المقادير موجودة قدامكم ورح أكتب لكم ياهم بصندوق الوصف بالتفصيل عندي هون ليمون خل زبادي توابل زيت زيتون وكيلو من صدر الجاش بالنسبة لصدر الجاش أطعون حجمه كبير شوي لحتى ما تنشف معكن وقتلبت شوون وعندي هون بندرة وبصل وفليفلي ألوان بدي شويهون مع الشيش وهلأ رح نحتاج لربع كاسة من خل التفاح وليمونة معصورة كاملة قد ما تطلع خليها تطلع عندي هون ملعقتين طعام من المحمرة أو ماجون الفليفلي وعندي كوب من الزبادي يلي هو اللبن وحطيت تقريبا خمس سنون من التوم مهروسين طبعاً وحطيت نصف كاسة من زيت الزيتون نزلت التوابل عندي الفلفل الأسود الكزبرة ملح زنجبيل مطحون هال مطحون وكمان حطيت ملعقة من السماء بيعطي طعم كتير طيبة وملعقة صغيرة من الكركم لحتى تاخدوا لون حلو للشيش وبعدين نزلت قطع الجاش ومتل ما قتلكون قطع الجاش خلوها كبيرة شوي اذا بتضغروها لبينما تستوي أو تاخد لون بالفرن رح تنشف معكن فالأفضل تكون قطع كبيرة حتى نحافظ على الطراول اللبن مع الليمون مع الخل زيت الزيتون كل هالشغلات بيخلوا الشيش طاوق يكون عندكن طري صدقوني أنا هون مجرد اني تبّلت الشيش مباشرة شكيتهم كلهم بالسياخ الخشبية وصفيتهم جنب بعضهم ومباشرة شويتهم لأنه أنا عم أمسك قطعة الشيش كتير صارت طرية بين إيدي فانتو زي بتحبوا تتركوهم شغلة كم ساعة بالبرات هذا الشي على حسب ما انتو بتحبوه يعني بتقدروا مباشرة تشوهم وبتقدروا تحطوهم بالبرات بالنسبة للخضار أنا حطيت بصل بندورة وفليفلي ألوان أنا هون ما تبّلتهم بالأول لحتى البصل مايفك عن بعضهم هيكي قطعتهم وتركتهم جنب بعضهم لحتى أقدر إني حطهم بالسياخ الخشب من دون مايفكوا عن بعضهم وبعدين التبلية اللي زادت عندي دهنت فيها الخضراء أو الخضار وهلأ هون صينتي صارت جهزة وخلصت من أهم مرحلة وبوقت كتير أصير هلأ رح حطها بالفرن مباشرة على أول رف من تحت ما بحطها بالأرضية بس تنزل شوي من ميتها بنزلها على الأرضية وهلأ هون رح أطبخ لكم الرز يلي دائماً بعمله وعن جد مستحيل يزيد منه لقمة وحدة الرز الألوان حطيت هون كمية وفيرة من الزيت تقريباً بيطلع 3-4 كاسة وحطيت حب هال وحطيت ورق الغار وعود قرفة صغير وقرنفل حمصتهم مع الزيت شوي وبعدين نزلت علي هون 3 كاسات من الرز لازم يكون منقوع وبعدين بغسله وبنزلهم وبقلبهم كم تقليبة مع هالتوابل ورح نزل علي هون ملعق الطعام من الملح والمي بالنسبة للمي مجرد إنه المي تغمر الرز هيك أنا بكتفي يعني ما بعير المي للرز وبغطي الطنجرة وبخليها لحتى تغلي بس تغلي دائتين ثلاثة بهدي النار وبخلي الرز لحتى يستوي وبهذا الوقت رح جهز التلوينة يلي بدي لون فيها الرز أنا استخدمت الملونات الموجودة عندي بالبيت استخدمت الكركم وهذا الملون يلي منلون فيه لكنافة موجود عندي وبيعطي لون أحمر كتير حلو حطيت أول شي ملعقة الشاي صغيرة من الكركم وملعقة شاي من الملون الأحمر وبعدين نزلت علي هون شوية صغيرة من المي المغلية بحرقون كتير منيح لحتى الدوب عندي وبعدين بتركونا على جنب مجرد ان الرز عندي استوى تماما وصار جهز وصار وقت اني طفي النار تحت الرز يعني بيبقى دائتين ثلاثة اللي طفي النار بنزل الملون بنزلهم على شكل خط بهذا الشكل مو أكتر وبعدين بغطي الطنجرة بعد بمضى كم دقيقة بطفي النار بيكون صار عندي الرز جهز ما بقلبهم مباشرة بخلي الرز على طرف وهلأ هون عندي الشيش كمان بلش ياخد لون هلأ هون بدي أقلبهم شوي لحتى اللي تحت ياخدوا لون واللي كانوا فوق ما يحترقوا فببدل بيناتهم وبحط اللي كانوا فوق لتحت واللي كانوا تحت برفعهم لفوق وبرجع بحطهم بالفرن هلأ بهذا الوقت بحط الصينية بالفرن بالنص لحتى تاخد لون وبترك الصينية مجرد ما أخذت اللون طبعا لازم فرننا يكون على أعلى درجة حرارة ما بيمشي الحال نهائيا نترك الفرن هادي هيك بيخلي الشيش كمان ينشف عندكم فلازم الفرن يكون عالي وهون بعد ما تركت الرز وخلاص صار عندي جاهز قلبتهم واختلطوا معي الألوان عملت الفحمة عندي فحمة طبعا هاي المرحلة بتقدروا تستغنوا عنها وبتقدروا تعملوها على كيفكن بس عن جد الطعمة رهيبة رح تاخدوها من هاي الطريقة هي مجرد انه حطينا فحمة على النار وبس الفحمة صارت جمر منحط نقطة صغيرة من الزيت بقلب زبدية أو بولق سلوفان منحطها بالصينية طبيعة للمشاوي ومنحطها كمان بالطنجرة وبغطيهم وبس تروح الدخنة منهم هيك بيكونوا اخدوا الريحة والطعمة الرهيبة وبعد هيك بصير وقت التقديم وهون صار عندي الرز جاهز وسكبت الرز بجاط كبير شوفولي شكل الرز طعمته بتجنن وشكله كمان يمفرفد وبياخد العال خاصة الألوان أولادكم كتير رح يحبوا الرز بهي الطريقة طعمته بتاخد العال وهون نزلت عليهم الأطع الشيش بتقدروا تدركوهم بالسياخ بهذا الشكل بتقدروا تسحبوهم من السياخ الخشب وشايفين العود الخشب وقت الاحترق بيعطي كمان ريحة مثل كأني عم نشوي بالبيت ريحة عن جد متاخد العال وهيك صار عندي أطيب طباق للشيش طاوق مع الرز جاهز صدر الجاش دايب دوبان منظر بياخد العال والطعمة لسه أطيب وأطيب جربوا هالطريقة بتحضير الشيش مع الرز الملون وعطوني رأيكم بس جربوها الوصف وأنا متأكدة أنه كتير رح تعجبكم وهيك وصلنا لنهاية الفيديو شكرا كتير لكم لمتابعتكم إن شاء الله مليون صحة وأنا